بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك مصطلحات ومفاهيم هناك أسماء وكلمات نتداولها في العبادات وفي المعاملات ومنها مصطلحات نستعملها في مناسك الحج وفي غير الحج لكنها تكون في الحج وتكون في غير الحج من هذه المصطلحات والتي طرح علينا بشأنها سؤال هي ما هو الفرق بين الفدية والهدية والأضحية نسمع كلمة الفدية ونسمع كلمة الهدية ونسمع كلمة الأضحية من الشعائر التي تعبدنا الله تبارك وتعالى بها وكي نقولوا شعائر نقولوا نسك نقولوا عبادات نقولوا أعمال فرض الله تبارك وتعالى علينا وبيّنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتقرب بها إلى الله منها إهراق الدام تقربا إلى الله عز وجل إهراق الدام بمعنى ذبح الأنعام من معز أو ضأن أو بقار أو إبلين هذه الأنعام ممكن أن ضحيوا يوم العيد ندروا الأضحية هذه من الشعائر من العبادات ممكن المتمتع والقار يتقدم إلى الله يوم العيد يتقرب إلى الله يتقرب بهدي لأن المتمتع والقار عليهما هدي وهناك ما يسمى بالفدية إذن هذا الأقسام الثلاثة عندما نقول نسمع هذه الكلمة كيف نتجاوب معها وكيف نتعامل معها هناك إخوة الإيمان كما علمنا في ركن الإحرام في الميقات ركن الإحرام اللي هو نية الدخول في النسك وقلنا عندما ينوي الحاج أو المعتمر ويبدأ النسك انتعوه يبدأ الحج ولا يبدأ العمراء من الميقات وهو ماشي إلى مكة وهو في مكة هو يطوف ويسعى قلنا وقت الإحرام يحرم عليه بعض الأمور أنه لا يقص أظفاره ولا يحلق شعره ولا يتطيب والرجل لا يلبس الألبسة العادية الإنظارية يلبسها كالسروال والتبان والشعار والقاميص وغير ذلك ولا يغطي رأسه ويلبس رداء إزار فقط والمرأة لا تنتقب ولا تلبس القفزات ولا يصطاد المحرم صيد البر إلى غير ذلك من المحضورات على المحرم الذي يقع في مخالفة بمعنى يمكن لسبب من الأسباب يحلق شعره أو يقص أظفاره لسبب من الأسباب أو أنه يلبس لباس لسبب من الأسباب هذا الذي خالف محضور من محضورات الإحرام يفدي يذبحون سوكا بمعنى يذبحوا ضأن يذبح كبش هذا الذبح الذي يذبحها نتيجة هذه المخالفة تسمى الفدية لذلك قال ربون عز وجل ففدية من صيام أو صداقات أو نسك النسك هنا الذبح الذي يذبحها تسمى فدية لأنه ارتكب شيء مخالف لما أمر به هذه الفدية إذن يذبحها وهنا مخير اللي يرتكب هذه المخالفات اللي سميناها من قص الأظفار وحلق الشعر ولبس الثياب ومن هذه المخالفات فارب بن عز وجل قال ففدية من صيام يصم ثلث أيام أو أنه يطعم ست مساكين أو أنه يذبح نسك نحن الآن ربنا نتكلم فقط على هذا المصطلح مصطلح الفدية هذا يفتدي به هذا العمل اللي تركه باش يجبر هذا العمل يتقرب إلى الله تبارك وتعالى هذا مثل ما نقول يعني الفدية إطعمه مساكين يعني إطعمه مسكين عن كل يوم بالنسبة لرمضان رمضان يعني واحد اللي مرض في رمضان ولا سافر عفوا اللي مرض في رمضان ولا اللي عاجز كبير وما يقدرش يصوم قال ربون عز وجل ففدية من أيام أخر فيطعمه مسكين معنى يطعم عن ذلك مسكين اللي ما يقدرش يقضي بعد ذلك هذا يعني باش نقوله على هذا المصطلح هناك الهدي الهدي هو بالنسبة للمتمتعي وللقارني ولمن يتركه واجبا من الواجبات الذي يدخل الحج يبدأ بالعمراتي يأدي العمرة ومبعد يتحلل ومبعد يوم الثامن يوم التروية يزيد يحرم بالحج ويكمل الحج انتاعه بهذه الطريقة سميوها المتمتع هذا المتمتع يستوجب عليه أنه يوم العيد يتقرب إلى الله بنسوكين يتقرب إلى الله أنه يذبح ضأن يذبح كبش يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى أو أنه يجوز لثلاثة ولا ربعة حتى للسبعة يجوز لهم الاشتراك في بدن في بقرة أو في الإبل في جمل يجوز لهم يشتركوا والله تبارك وتعالى أعلم قلت اللي يترك واجب من الواجبات ومن واجبات الحج على سبيل المثال لا أذكر الآن كل الواجبات لأننا عرفناها مثال ذلك أنه يعني نية الدخول في النسوك الإحرام من الميقات إحنا كنا قلنا باللي لو أن الإنسان يفوت الحاج يفوت الميقات لو فرضا أنه حتى الحق المكون بعد نوا يحج رو فات الميقات هنا لما نوا قبل ما يبدأ يطوف ويسعى وكذا رأى الرق ننتعو رأى مليح صحيح لكن تركه واجبا ما هو هذا الواجب هو أن عقد نية الدخول في النسوك نية الإحرام يجب تكون في الميقات اللي يتجاوز الميقات ما يحرمش في الميقات هذا أترك واجب أو أنه لم يلبي التلبية المشروعة في الميقات هذا أترك واجب من لم يعني يبقى في عرفات اللي وقفوا في النهار يعني صلى الظهر والعاصر ويبقى يذكر في يوم عرفة يلزم يقعد حتى للغروب هذا واجب اللي ما يقعدش حتى الغروب خلى واجب كذلك المبيت في مزدلفة كذلك رمي جمرة العقبة وهكذا وكذلك الحرق إذن هناك واجبات من ترك واجبا من هذه الواجبات يترتب عليه إذا كان لم فاتوا الوقت ما يقدرش يقضيه هنا لأن كين بعض الواجبات يمكن ما يفوتش الوقت وكين واجبات يفوتها الوقت مثلا المبيت في مزدلفة إذا فات أطلع الفجر خلاص رح فات الوقت مثلا الحلق يعود يرجع للأهل ينسى ما يحلقش رح فاتوا الوقت إذن هنا رح رايح يحلق ورح رايح يهدي لأن فات الوقت الأداء هذا العامل لذلك هذا الأضحية اللي يضحيها هنا وبالمناسبة كلمة الأضحية هذه بالنسبة للذين يكونون في بلدانهم في بيوتهم أما الحاج ما عندوش الأضحية الحاج نقوله يهدي إذن كل من المتمتع والقارن ومن ترك واجبا من واجبات الحج اللي يتقرب إلى الله بشعير بنسك يذبح يتقرب بهذا الدم إلى الله تبارك وتعالى يسمى أنه أهدى هذا الهدي هناك مصطلح آخر وهو الأضحية والجمع الأضاحي الأضحية هي ما يتقرب به المسلم أينما كان المسلم الذي يستطيع أن يشتري الأضحية يشتري يعني ضأن كبش ولا البقرة ولا جمل يعني من الإبل هذا يتقرب به الله حكم الأضحية يعني حكمها في الشرع أنها سنة مؤكدة عندما نقول سنة مؤكدة بمعنى أنها من الشعائر من العبادات مما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى من سنن الأنبياء وأن النبي صلى الله عليه وسلم واضب عليها وأن الصحابة واضبوا عليها وأن المسلمين واضبوا عليها فهي سنة مؤكدة قريبة من حكم الواجب فكل مستطيع يوم عيد الأضحى يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بذبح الأضحية وفيها فضل كبير وفيها فضل كبير تأتي يوم القيامة بشعارها وصوافها وربنا عز وجل يقول أن يلزم نخلص النية في التقرب إلى الله بهذه الأضحية يقول سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ولكن يناله التقوى منكم إذن فضل الأضحية فضل العظيم كل من يستطيع أن يضحي شوفوا الفرق بين الهدي في الحج والأضحية عندما يكونوا في بلادنا ونضحيوا الأضحية هذه يكفي أن رب العائلة رب الأسرة يعني الأب في الأسرة يذبح شات وحدة عليه وعلى الذي يتكفلهم عليه وعلى زوجته وولاده اللي عايشين معه لكن الهدي في الحج إذا فرضنا بأنه راح حاج وحاج راجل والزوج انتعه إذا راح راجل والزوج انتعه وفي زوج دخلوا متمتعين يلزم في زوج يذبح مش يذبح غير الراجل كأنه يضحي في داره لا الهدي يجب على كل من يتوجب عليه أو يتوجب عليه هذا الهدي إذا كان حجاج انساء ورجال راح قارنين ولا متمتعين كل فرض من هؤلاء مرأة راجل ولا مرأة مثلا يروح واحد هو ويمه وزوجته وبنته إذن هو وزوجته وبنته راح يذبح ربعة يعني كل واحد يذبح هذا يذبح هدي مقابل الشاعرة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لماذا لأن بلغنا من أسئلة إخواننا وأخواتنا من المشاهدين والمشاهدات أن بعضهم يخطئ في هذا يفكر وكأنها الأضحية إذن في العيد بالنسبة للحجاج عندهم الهدي وبمقابل يعني هذه المناسك التي تعلمناها أما الأضحية فهي خاصة بالمقيمين في منازلهم وأنصح إخواني وأخوتي كل القادرين على أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأضحية يأكلون منها يهدون منها يطعمون الفقراء منها ويجدون فضلها والحسنات والأجر والثواب عند الله تبارك وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم